حاجة وأنا بشوف المرة دي مش هيبقى إنجاز لأ المرة دي حيبقى عجاز آه حيبقى عجاز ليه بقى؟ ليه حتقول لي طبعا الأهل متعود يكسب بطولات والأهل متعود الكلام من دي لأ لأ لازم نبقى مركزين احنا في فترة اللي فاتت دي كلها كل اللي بيتعمل ايه؟ ان أنا كالتحاد أفريكي ازاي هيا الظروف للوداد ياخد البطولة انا هدفي ايه كالتحاد أفريكي ككاف ان الوداد ياخد البطولة مسان ده منتحاد المغربي ده طبيعي فوزي لقجع استخدام نفوزه موجود شفناه الكلام ده كله مش غريب مش بنقلف تمام؟ فملعب مش محايت جمهور ها مفروض عشر تلاف من جمهور الأهلي وعشر تلاف من جمهور الوداد وعشرين ألف من جمهور العامل اللي هو مين؟ جمهور الوداد برضو يعني تأتيين ألف جمهور الوداد لو كملنا احنا العشرة ده حيبقى شيء كويس جدا بالتالي انت بكل العوامل دي والظروف المحيطة بهذه المباراة لو كسبت انا في وجهة نظري في وجهة نظري ده يبقى اعجاز اولا لانك بتحقق رقم فريد من نوعه ثانيا الزروف اللي احنا كلنا شفناها ما قبل هذا اللقاء لكن ثقة اللعبة وشخصيتهم في الملعب هي اللي هتفرق لو فردت اسلوب لعبك في الملعب وشخصيتك بإذن الله هتجيب لنا بطولة وتيجي بإذن الله واحد احد فبالتالي خلينا يعني ايه مسندين للفرقة وفي ظهرهم وفي كل احوالي احنا في ظهرهم يعني دول ايا كان عملوا ايه ايا كان جابوا وطولة مجابهاش هما خلاص عندهم رصيد كبير جدا بالنسبة لنا او بالنسبة لهم عندنا لكن احنا دايما طمعين والطمع حلو قوي في الكور حلو قوي 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 في الكور فبالتالي